طيب بنفكركم تاني بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول ايه الدعاء اللي بتحرص عليه في العشر الأواخر من رمضان وناخد مجموعة من تعليقات حضراتكم اللي جات لنا على الفيسبوك أول حد بسمة جمعة بتقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك آمين يا رب فاطمة أبو المجد بتقول صباح الخير يا مصر كل عام وانتم بخير اللهم تقبل سيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين يا فاطمة طيب في شمس النهار بتقول صباح الخير عليكم الدعاء هو عبادة مخفية ما بيعرفش قيمتها كتير مننا فالدعاء يمكن من خلاله تغيير القدر ده طبعا لذلك في العشر الأواخر من رمضان بحرص على الدعاء لكل شخص عرفه بحكته ربما يتقبل مني ربما عز وجل يعني يستجيب وبدعي لأولادي بالهداية والتوفيق لأولادنا جميعا والدعاء الجامع اللهم اخفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب وبدعي لمصر ربنا يحفظها وشعبها أمين يا رب ربنا يستجيب وطبعا الدعاء الأعظم اللهم إنك عفو أن تحب العفو فعفو عنا اللهم أمين حاجة حلوة قوية مننا فكرة أن الحد الواحد لما بيدعي بيدعي مش بس اللي يخصه بيدعي للمسلمين جميعا فقالي بدعاء أمي أقول لها دعيلي يا ماما تقول لي يعني يا ربنا يفك مثلا دقتك أنت وأولاد المسلمين جميعا يا ماما ركزي معي أنا دلوقتي أولاد المسلمين تقول لي لا لازم الدعوة تكون عامة بالزبط طبعا طيب سمر حمد تقول الدعاء اللي أحرص عليه هو اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا ارحمني وارزقني من خزائن رحمتك وراضيني وارضى عني وحقق لي اللي اتمنى لي وللمؤمنين أجمعين اللهم أمين يا رب اللهم أمين في عبد الحكيم فهيم الحيث وده من الناس اللي على طول بتبعت لنا يا أستاذ عبد الحكيم صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم دايما بدعي اللهم معجل مصر وأهلها مفروض يجعل بقى مصر وأهلها أمنا وأمانا وسلما وسلاما من سنة 2011 وأنا بدعي الدعاء ده أول شعب يعني أو مفروض يعني مصلحة البلد يعني عارفة الأوتو قابل زبط يعني فيه حاجات مش مكتوبة بالشكل الصحيح لكن المجمل كلام أستاذ عبد الحكيم يعني اللي هو دايما دعاءه بيكون لمصر وتحديدا من 2011 وإن ربنا ينصر شعبها وينصر مصر ويكون فيه أمن وأمان بينعم بيه أهل مصر ده بفضل المولى عز وجل وإدارة البلد السياسية الرشيدة فمصر باقية مهما كان ومهما حصل رغم أنف الكارهين طبعا يا أستاذ عبد الحكيم يعني بنضم صوتنا لصوتك وربنا يعني يجعل مصر ويجعل مصر ويجعل مصر ويجعل مصر ويجعل مصر. وحالي الأمن والأمن. أكيد طيب إحنا دلوقتي حناخد تعليقاتكم وحناخد الأدعية اللي بتدعو بيها ولكن إحنا فقاراتنا مستمرة معاكم لغاية الساعة عشرة خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكمل معاكم باقي فقارات.